بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس أسيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم دعيا الله أن يكلل مسيرة رئيس أسيسي الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وبعث أيضا برقية تهنئة لرئيس مجلس أشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا وبعث توفيق برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة المباركة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وبعث توفيق أيضا برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة وبعث توفيق برقية تهنئة لمفتي الجمهورية شوق علام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان اشتركوا في القناة